اشتركوا في القناة 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 ست وانا اشتركوا في القناة بالزمان الحاضر اشتركوا في القناة يبقى عندي اشتركوا في القناة 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 سابجيكت هو الفاعل هو يلي بيعمل الفاعل مثلا سارا كول سام سارا عياتت لسام وين الفاعل؟ عياتت مين يلي عيات؟ مين يلي عمل الفاعل؟ سارا فإذاً وين السابجيكت؟ سارا سارا is the subject هلا الابجيكت هو المفعول به لمين عياتت سارا؟ لسام فإذاً سام هو الابجيكت سابجيكت هو سارا هو يلي عملت الفاعل سارا والابجيكت هو سام خلينا نجرب نطبقون على الجملة الثانية رامي أكل تفاحة مين يلي أكل؟ مين عمل الفاعل؟ رامي فإذاً مين الفاعل؟ رامي رامي is the subject شو أكل رامي؟ وين المفعول به؟ شو أكل رامي؟ an apple؟ an apple is the object فإذاً ديماً بتطلع على الفاعل بيسأل حالي مين يلي عمل الفاعل؟ بيكون هو السابجيكت الفاعل مثل سارا مثل رامي بيسأل حالي وين المفعول به؟ بيشون عمل الفاعل؟ هون عاية الأمين؟ لسام عاية تصار الأمين؟ لسام هو الابجيكت هون شو هو يلي نأكل؟ رامي أكل التفاحة هي يلي نأكلت هي المفعول به يلي هي الابجيكت وهلأ بدي إياكم تتذكروا معي نحن أخذنا قبل subject pronouns تتذكرون؟ بيمن عم نستخدمون هن الـ pronouns يلي بيجوا محل الفاعل وبيقعدوا محلو مثل بيجوا الـ pronouns محل سابجيكت كرمال هيك بيقلون subject pronouns يعني هون محل سارا فيه شي لسارا وحط pronoun محله سابجيكت برونون سارا كول سام محل سارا شو فيه يحط؟ مفرد مؤنث بنت وحدة بحط شي فيه حط محل سارا شي استخدمت السابجيكت برونون محل رامي شو فيه يحط؟ هي مفرد مذكر محل السابجيكت رامي بحط subject pronoun هي شي كول سام هي ايت أن أبل فيه يحط محل الـ object واحدة من السابجيكت برونونز يعني فيه يقول سارا كولز هي محل سام ما بتزبط سابجيكت برونونز فيه يحطهم بس محل السابجيكت بينما الـ object pronouns الـ object pronouns من اسمه you you he him she بحط محل هر it بتضلا it we بتصير us you بتضلا you they بتصير them شفتوا كيف تغيروا I I hit سارا أنا ضربت سارا I هون subject الفاعل هي اللي ضربت بينما إذا بدي يقول أنه سارا ضربتني إلي بطلت أنا الفاعل صرت المفعول به بقول سارا hit مش I سارا hit me لأنه صرت أنا الـ object هلأ بنشرحهم أكتر وأكتر تما تنسون بس كتبوا عندكن هلأ على الدفتر me you him her it us you them هاو دي الـ object pronouns منحطهم محل الـ object يعني هون عندي Sam object وعندي An Apple object شو في يحط محلهم؟ سارا calls سام سام هو مفرد مذكر شو في يحط محلهم؟ هم بقول سارا calls هم ما بقول سارا كولز هي؟ لأن هوني سام هو object مش سبجكت سارا كولز هم وهون عندي رامي ايت أن أبل أن أبل بحط محلها it رامي ايت ايتت يعني أكل التفاحة بحطها محل الـ object فإذا ما تضايعوا عندي Subject Pronouns وعندي Object Pronouns ما تنسوا الفرق بينياتهم هلأ رح حتى نحفظهم أكتر وأكتر بدنا نطبقون على الأكسرسيز على البورد تعالوا نشوف أول الأكسرسيز شو بيقول؟ replace the Blue Nouns with the Appropriate Pronoun يعني أنا هلأ رح حط بالألم لـ Blue circle على بعض الكلمات وهو دي الكلمات اللي احتيت عنهم circle حواليهم circle بدنا نحط محلهم pronoun هو دي هن الكلمات طعم نبلش بأول جملة some and bam some and bam are sick some and bam ماردين some and bam هون هن subject أو object هن الفاعل يلي عم يعمل الفاعل أو هن يلي عمين عمل فيون الفاعل هن اللي عم يعملوا some and bam هن الماردين فإذن هون السبجكت هو some and bam بدي نعقي أنا واحدة من السبجكت pronouns وحطة محلون بحط I محل سام and bam I are sick you are sick he are sick she are sick it are sick we are sick you are sick أو they are sick سام and bam بحط محل they they are sick they are sick حطيت subject pronoun محل subject هون عندي Jane is playing in the playground Jane عم تلعب بقلب الملعب مين يلي عم يعمل الفاعل Jane فإذن هي السبجكت هي الفاعل بدي حط محل subject pronoun I, you, he, she, it, we, you, they رحطون هون I, you he, she, it, we, you, they شو فيه حط محل جين Jane هي بنت ومفرد محط she 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 is playing in the playground لبعد my friend and I like to jog صديقي وأنا منحب نهرول شو فيه حط محل لهم مين يلي عم يعمل الفاعل مين يلي بحبي هرول صديقي وأنا نحن subject بحط subject pronoun صديقي وأنا يعني نحن we نحن we like to jog منكمل آخر جملة my uncle and his family are traveling my uncle and his family شو فيه حط محل لهم مين يلي رح يسافروا my uncle and his family هن هن اللي عم يعملوا الفاعل هن اللي رح يسافروا أو هن اللي مسافرين فإزاً هن subject شو فيه حط محل لهم هم they they هم لأنه نجمع بلورل they are traveling شفتوا كيف أصدقائي كلهم هولي كانوا subjects هنا اللي عم يعملوا الفاعل حطيت محل لهم subject pronoun they she we they هلأ ننتقل للإكسرسايز اللي بعده بهذا الإكسرسايز complete with the appropriate pronoun بدي حط أو subject pronoun أو object pronoun هون عندي subject pronouns رح اكتب هون object pronouns me you him her it us you them go to school everyday أنا بروح على المدرسة كل يوم مين اللي بيروح subject هو اللي عم يعمل الفاعل فإذا ما بدي أستخدم object pronoun بدي أستخدم واحدة من subject pronouns أنا أذهب إلى المدرسة كل يوم I فات I go to school everyday تاني جملة the teachers love المعلمات بحبوني مين اللي عم بحب المعلمات هيدا subject مين بحبو بحبوني إلي أنا object المفعول به فإذا ما بدي نقيم من subject pronouns بدي نقيم object pronouns the teachers love بحبوني إلي me they love me شفتوا الفرق هوني I لأنه كانت subject فاعل هوني لأنه object المفعول به سامي walks with me سامي بيمشي معي is my friend هو صديقي مين الفاعل عم مين عم بحكي أنا مين صديقي مين صديقي هو هو subject مش الobject يعني أنا بدي دور بالsubject pronouns محل سامي شو في يحط هيد لأنه صبي مفرد he is my friend وآخر شي I respect أنا بحترمه إله أنا اللي بحترم أنا الفاعل أنا اللي عم بعمله الفاعل أنا عم بحترمه إله هو object المفعول به I respect نقل object pronouns بدي استخدم صبي مفرد I respect him هي هوني he is my friend هو صديقي هوني هي هو الفاعل him مفعول به فإزان أصدقائي كتبتون على الورقة عندكن subject pronouns object pronouns subject هو الفاعل اللي بيعمل الفاعل فيه استبدله بأي وحدة من subject pronouns الobject هو المفعول به يلي بينعمل فيه الفاعل مثلا I ate an apple أنا شو أكلت an apple an apple هي الobject المفعول به عندي object pronouns هني بيستبدله الobject ما تنسوا الفرق بينه subject subject object اكتبون عندكن واعملون المراجعة سريعة وأنا برجع لكم بعد فاصل صغير اكتبون عندما تنسوا الفرق بينه اكتبون عندما تنسوا الفرق بينه اكتبون عندما تنسوا الفرق بينه بدنا نعمل مراجعة سريعة قبل ما ننهي حلقتنا subject pronouns object pronouns subject pronouns بيجو محل subject بيستبدلوا subject الفاعل I, you, he, she, it, we, you, they مثل I ate a banana You drank coffee انت شربت القهوة مين يلي أكلوا مين يلي شربوا I, you, you هن الفاعل subject subject pronouns بينام عندي objectives pronouns هن مش الفاعل المفعول به وبيجو محل المفعول به مثل me, you, him, her, it, us, you, them هي اقول يعني امي قبلتني مين اللي عامل الفاعل هون؟ الفاعل my mom مش انا انا كنت المفعول به object كمل هيك حطيت object pronoun my mom kissed me my mom kissed you my mom kissed him my mom kissed her my mom kissed it my mom kissed us انا واختي اشت الماما وقبلتنا قبل ما النام my mom kissed you my mom kissed them قبلتون الون فا ازا subject and object pronouns بدي منكن اصدقائي تكتبون على دفتر ويرجعوا جربوا عملوا جمل وحطوا محل الsubject واحدة من الsubject pronouns ومحل الobject واحدة من الobject pronouns ونحن بالحلقات المقبلة بدنا نعمل بعد تمارين اكتر واكتر حتى تحفظون كتير منيح وتتعلموا كيف بيستخدموا هاو دي الobject والsubject pronouns بقلب الجمل انا هلا اجعل الوقت اتودعكم شوفكم بالحلقة المقبلة باي 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 اشتركوا في القناة touch your lips, 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 touch your eyes, eyes, eyes move your hands and wave at the skies open your mouth and touch your teeth, 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 bend your neck, neck, neck oh, that's not so hard, I bet touch your stomach, 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 wiggle your hips, hips, hips shake your arms and touch your feet excellent job